طيب إبراهيم أنت راجع من كاس عامل أندية من يدي الأهلي تقطية ملهاش حل الحمد لله أنت كل مباراة أشوف مثلا بتاع عشرين لقاء يعني أنا أفهم أن الراجل لما بيخطف لقاء واللقائين يا دي الهنى و يا دي السعادة ألاقي في عشرين لقاء مثلا في رقم يعني في رقم ضغم إحنا في شواناتنا دية أشعر حاكم تبقى عارفين مثلا أنا يقع معنا مرايس الشاطر يروح يعمل ثلاثة أربع لقاءات حلوين كده يبقى تمام كده تعشت وتمام هو الراجل كان بيعمل بالجملة يعني إيه كواليس إنت بتعمل إيه إزاي يعني قدرت تعمل كل الشاطارة والنجاح ده البطولة دي والبطولات اللي قبلها بس خليناها في البطولة الأخيرة لا دي أحلى بطولة يعني دي أنا أنا روحت تكسل عالم في روسيا كنت موجود معنا يا كريم في روسيا وكانت تكسل أمم هنا يعني دول المفروض اللي هم أهم بطولتين يعني في حياة الواحد يعني كسعالم روسيا وكانت بطولة كسعالم هنا كنت مع المنتخب في البطولتين طبعا آه كنت مع المنتخب في البطولتين بس إنت الظروف ما خدمتش خالص آه هقول لك على حاجة يعني ما كنت ألأم السفرية لأن إنت بتتكلم بقى في شغل وبتتكلم في حاجات الأهلي رايح البطولة يعني الناس بتقول يا رب لو الأهلي عملتها كويسة أول مرة شيتغلب واحد فرقة كاملة مش موجودة فرقة بتغيرتها أنت بتتكلم في 14 لعيب لا وفرقة تانية بتغيرتها مع فرقة مش قليلة وفرقة كبيرة آه فرقة كبيرة كمان وكسبك مرتين في البطولة كسبك مرة خمسة واحد وتقريبا مرة اربعة اتنين أو تلاتة واحد كده حاجة زي كده يعني فأنت بتتكلم في أجواء صعبة جدا والله وانا في الطيارة قلت لأ أكيد ربنا هيكرم قلت يا صلى مش كل حاجة مهمة طلعها أو كل حاجة جاملة طلعها الظروف مش هتخدمني آه آه إنت مصلص لأ يعني أنا فيه طبعا نفسك لا يكسب ونفسك لا يكسب ونفسك لا يكسب بس انت مصلص لنفسك اللي هو اي أنا عايز شغل بقى عايز عمي ما انت عايز شغل انت ما فيش حاجة تخدمك غير الفرقة اللي انت رايح بتغطيها من بردك اهلي زي مالك اسماعيل اي فرقة تكسب طبعا تكسب عشان انت تعمل لغاءات صحيح فهوق المطش الاولاني الحمد لله يعني ربنا يعني الحمد لله الاهلي كسب وربنا كرام فانت كده انت قاعد لغاية اخر البطولة فانت اشتغل بقى وري نفسك للناس بقى ووري شغلك وكمان انت الانظار كلها كانت في الكاميرون ناس كلها هنكل الشعب المصري كله كل العرب هناك كله بص على الكاميرون مش بص عندك خالص فاللي انت لازم تعمل شغلك ووراء ربنا كرام يعني هي طب ايه من الحاجات اللي ايه الناس ما شوفها ايا ما شفتهاش على الهوى طبيعي في اللقاءات وشفتها عن تبرى الهوى يعني انت في بعينك كمراسي بتبقى شايف احداث وكواليس كثيرة جدا ايه من الاحداث والكواليس اللي في بطولها دي الناس يمكن ما شفتهاش بعينيها بس ممكن نسمعها دلوقتي تبقى احداث إيجابية ومحترمة اول حاجة يعني اول حاجة اللي انت بتتكلم فيها كريم اللي هو اللقاءات اللي واحد عملها يعني الميكسيت زون كنت بخش بدخل الميكسيت زون بعد الماتش ميخلص بحوالي نص ساعة يعني اللعيبة كلها مشت اللعيبة كلها طلعت يعني انت بتدخل بعدها بنص ساعة هناك رولز ونظام وكلام من ده بتوقف بالتيكت بتاعتك بتوقف ويتنج فتخش بعدها بنص ساعة انت محدش بيشوف الكلام ده دي يعني دي نقطة الحاجات التانية يعني مثلا في مطش بالميرس البرازيلي محمد الشناوي كان لسه جاي بقاله يوم الحارس بتاع بالميرس لمح محمد الشناوي كان واقف معي واقف بيتكلم معي فالحارس شافه جي هو بيتكلم برتغالي ما بيتكلمش انجلش والشناوي بيكلمه بالانجليز لا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده مهم اللي هو كانوا بيتكلمه بيتطمن على الشناوي بالاشارة بيتطمن على رجله وبيقولوا رجلك عاملة ايه وبيتكلم معاه لعيبة بولميرس ومونتيري بعد المطش هم بيبدلوا تشرتات مع العيبت الاهلي وبيتسلموا مع بعض الكلام ده كلهم توقف وكل ده قدامك اه والله هم داخلين وعندك اللقطات اللي حصلت في المطش يعني حتى ده انا قلت اللقطة تايما اشرف مع محمد محمود وهو بيديله الميدالية اه اللعيبة كانت وقفة برا اللعيبة كلها كانت وقفة برا الملعب اللعيبة اللي كانت برا القيمة كان الشنوي ومحمد محمود وبيرسي تاو وحسام حسن ومعهم الاداريين راحوا جابوهم لعيبة الاهلي جون جابوهم وايمن اشرف ادى الميدالية لمحمد محمود ودخلوا يتصاروا معهم الحاجات دي بتبقاك حلوة الحاجات دي بتبينلك الروح وبيتبينلك الشكل لعيبة الاهلي اول ما جدت القتيل لما قاله للا اول ما دخلوا قالوا لهم ما هنالعب بكرة يعني لعيبة الاهلي جايين الساعة عشر ونص وانت الماتش بكرة ساعة ستة اول ما دخلوا اول ما دخلوا كده القتيل الجهاز الفني واللعابة كلهم بيستقبلون تحت من المدخل قالوا لهم احنا هنلعب بكرة وما بقعدوا شافوا شافوا مين هيبدأ وشافوا مين هيلعب انت بتتكلم في نقط في نقط كتير جدا يعني عندك عندك كانت هو بيسأل على على ديانج فين كانت سأل على ديانج كانت بيسأل على ديانج فين عشان يروح يتصور معاه اه في الماتش في التسليم لا كانت بطولة كانت حلوة والاجواء بتاعتها كانت حلوة قوي والظروف اللي بتخدم انت بتتكلم على المراسل شاطر او مش شاطر لو الظروف خدمته انت بتعمل عليك